موسيقى الخميس الثالث من أغسطس أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس وتتابعونا معنا اليوم إنشاء أكبر مركز سيانة طائرات في شمال أفريقيا بمطار مصراطة وحماد يخصص 44.2 مليون دينار مصروفات تسييرية لـ 75 بلدية وحجم الصادرات التركية إلى ليبيا يمكن أن يصل إلى 10 مليار دولار التفاصيل تتابعونا معنا اليوم في اقتصاد بلاس أهلا بكم جميعا والبداية كالعادة تكون مع فارق صحيفات صدى الاقتصادية في صدى الأخبار في صدى الأخبار تلتحق بناء زميلة نسرين سليمان مساء الخير نسرين مساء النهود ومرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا فيه برنامج اقتصاد بلاس أهلا بكي بداية متى سيتم البدأ بتنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو وفقا للبنك المركزي طبعا كشف مصدر حصري لصحيفة صدى الاقتصادية من مصر في بيا المركزي عن البدأ فعليا في تنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023 نعم طيب نمر لتصريح عميد بلدية الشرقية محمد العربي الذي حدثكم عن وضع الوقود في المنطقة طبعا كشف عميد بلدية الشرقية محمد العربي في تصريح حصري لصحيفة الصدى الاقتصادية يعني أن وضع الوقود في المنطقة حيث تؤكد على وجود إفراج نوها في المخاطر يتم تزويدها بشكل شبه يومي هناك اتياح من ناحية المواطنين مع وجود طبعا ازدحام ولكن قال أن الوضع أفضل من السنوات السابقة بشكل عام وتابع بالقول بالنسبة لسعر الوقود هو يتراوح بين 2.5 دينار إلى 3 دينار في السوق السوداء وطبعا بينما الحدود مفتوحة وتوجد الهجرة التجارية بين الدول الدول الجوار تشاد ونيجر وتتراوح بين 2.5 دينار إلى 3 دينار أيضا وأضاف قائلا بالنسبة لسعر الغاز اللي يصل من الشركة يتم بيعها بقيمة 15 دينار ويصل إلى 25 دينار اللي هو القادم من مستودع مصراتها وبالنسبة لقيمتها في السوق السوداء فهي تتراوح من 50 دينار إلى 80 دينار ماذا عن بلدية بنت بيا فيما يتعلق بوضع الوقود في المنطقة أيضا طبعا كشف حميد بلدية بيا أشرف المصلح في تصريح حصل الصحيف الصدر الاقتصادي عن مضع الوقود في المنطقة أيضا وبعد توفر الصهريج يوجد تحسن حسب قولها ولكن بعد عيد الأضحى لا نعلم حسب قولها لأن الكمية ناقص نعم يبدو أن الخط انقطع مع زميلة نسرين سلمان إذن نواصل معكم مشاهدنا الكرام ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبر أخير الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعنوين إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا بمطار مصراتا وقفة احتجاجية للعملين بالخطوط الجوية الليبية بسبب تأخر المرتبات وأربع دول العربية تتصدر قائمة البؤس العالمي كانت هذه العنوين وإليكم التفاصيل أعلنت وزارة الاقتصاد وتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن خطوة جديدة لتنفيذ مشروع محطة أدفاكو لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتا الدولي وذلك لصالح شركة ليبيا الإسبانية المشتركة والتي ستكون أكبر مركز سيانة في شمال أفريقيا وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها أن الوزير محمد لحويج أعتمد سل السجل التجاري أو عفوا السجل الاستثماري والتجاري أيضا للشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي نظم العاملون بالخطوط الجوية الليبية أمس وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة أو لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لحل مشكلة تأخر المرتبات التي وصلت إلى 22 شهرا متواصلة وفق قولهم الاعتصار من اليوم وقفة مطالبة بحقوقنا وبتعويضنا في الأضرار اللي لحقت بشركة الخطوط الجوية أضرار كبيرة حرق المباني حرق الطائرات صراحة هجرت جميع المهندزين والموظفين اللي معاشة قوة عندهم رواتب نحن نطالب الحكومة بالوقوف معنا لأن هذه شركة هي حاملة العالم كل جميع عن حال العالم عندهم شركات خاصة وعندهم شركة تحمل في العالم اللي تهنزى في الكورونا في الكورونا دعمتها الحكومة بتسعة مليار يعني إحنا حرقونا طياراتنا صح عددنا كان كبير لكن كان سطولنا 45 طيارة تم حرقهم الآن عندنا زوز طائرات هذه الثالث وقفة تولا نحن ندير فيها ولا في استجابة من الحكومة بالخالص وكل من نكلموا في الحكومة أو مشينا لرئيسة الوزراء يقولوا والله انتوا كداء انتوا شركة إحنا الشركة شندم بنا إحنا كان عندنا سطول يفوق 45 طيارة تم حرقة شندم بالمواطنين شندم بالموظفين إحنا ما ندمبنا شي إحنا نبوه رواتبنا خطوط الليبية تحدث الحصار تحدث الأزمات وموظفينها بمهندسينهم كلهم تحدوا الدنيا كلها واليوم هذا 24 شهر نحن مرتباتنا ما عندناش هذا عليش عندنا عيال عندنا أولاد عندنا كذا هذا كلها يعني الحكومة هذه ما شفتناش بيها في ملف آخر منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمد منح الإذن لوزارة التخطيط والمالية لتخصيص 44 مليون و200 ألف دينار لحساب وزارة الحكم المحلي وذلك لتخصية المصروفات التسيرية بالباب الثاني لـ 75 بلدية ويخصم المبلغ من بند المتفرقات ويجرى تسويته من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة لعام 2023 وذلك مع وجوب استفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم ولوحسار العمل بها حسب بيان وزارة التخطيط والمالية على صفحتها أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصادية سعد حنيش خلال جلسة عمل أصحاب الأعمال بإسطنبول التركية على أن تركيا حليف اقتصادي كبير للدولة الليبية وأن الحكومة تتطلع من خلال هذه اللقاءات إلى زيادة التعاون بين البلدين كما شدد على أن النفط الذي يرتكز عليه الاقتصاد الليبي من الممكن أن يصبح خلال السنوات القليلة القادمة سلعة غير قابلة للتداول في ظل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر تطلع من هذا الشأن أن زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين كما تعلمون أن كما أسلف السيد مرتضى أن دولة الليبية دولة تعتمد ما يقارب عن 96% على البترول وهذه البترول يعني ممكن في السنوات القادمة سلعة غير قابلة للتداول في ظل التطور إلى توجه إلى الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة فهنا من ضمن تعليمات السيد مع المزير الاقتصاد التجاري سيد محمد الحويج حقيقة يحط دائما على التنوع الاقتصادي وإيجاد مصادر أخرى للدخل لا شك أن دولة تيبة دولة غنية بالموارد طبيعية زراعية سواء كان الموارد المعادن أيضا بما تكفي أيضا لو تطرقنا إذا قطاع السياحة أيضا التروة السمكية ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق فالحقيقة غنية بالموارد التي تكفي للمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمائي الاستفادة من الخبرة التي تكتسبها دولة تركيا الحقيقة هذا هدف سامي نسمو إليه ونتطلع إلى اكتساب هذه الخبرات نبقى في ذات السياق مع العلاقات التجارية الليبية التركية حيث تتمتع السوق الليبية بأهمية بالغة لدى عديد الدول وخاصة لتتجمعها بها علاقات تجارية كتركيا التي تسعى للترفيع في حجم صادراتها نحو ليبيا التقرير التالي والتفاصيل شدد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في تصريحا صحفي على أهمية السوق الليبية التي تعد ثاني أكبر سوق صادرات في إفريقيا بالنسبة لتركيا وذكر أنه يمكن أن يصل حجم صادرات التركية إلى ليبيا إلى عشرة مليارات دولار وحجم التجارة إلى خمسة عشر مليار دولار إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة وفق تعبيره بدل ما تم تسجيله في سنة 2011 وقدر حينها بواحد مليار دولار واعتبر رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي أن المناطق النائية في ليبيا تمثل فرصا مهمة من أجل رجال الأعمال الأتراك معاولا على الثقة المتبادرة بين البلدين ما يساهم في نمو الشركات التركية ودعم التحول الاقتصادي في ليبيا وفق قوله مشددا على أهمية مجال المقاولات كبوابة لإفريقيا إضافة إلى مجال البترو كيميائيات هذا وتمت دعوة الشركات التركية إلى إبداء اهتمامهم بقطاعي الدراسات البحثية الزلزالية والبترو كيميائيات في ليبيا للعمل فيهم دوليا نتحدث عن ملف آخر حيث احتلت أربع دول عربية رأس قائمة مؤشر البؤس العالمي الذي يصدره أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبونكز ستيف هانكي سنويا ويصنف ما يقرب من 160 دولة في قائمة التعاسى وفقا لأرقام البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض المصرفي وهذه الدول العربية هي كل من سوريا لبنان والسودان واليمن نتحدث في هذا الإطار عن مؤشر البؤس العالمي الذي يصنف أدول وفق نسبة البطالة نسبة التضخم معدلات الإقراض ونمو الناتج المحلي الإجمالي عالميا أدول الأكثر تعاسى هي الزمبابوي هي الدولة الأكثر تعاسة أو الأكثر بؤسا في العالم حيث تتفوق على فينزويلا وكوبا وسوريا التي مزقتها الحرب هذه الدولة الأفريقية موطن ما يقرب من 16 مليون شخص صنفت من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة ثلاث سنوات متتالية خلف زمبابوي في مؤشر البؤس السنوي لهانكي جاءت فينزويلا التي عانت أيضا من سوء الإدارة الاقتصادية وسوريا التي تعيش في حرب أهلية مروعة لأكثر من عقد من الزمن احتلت الأرجنتين المرتبة السادسة الأكثر كآبة حيث أنها تكافح أزمة تكلفة المعيشة أين ارتفع التضخم إلى أكثر من مئة في المئة في فبراير للمرة الأولى منذ التسعينات نتيجة لذلك يعيش الكثيرون في فقر في الصيف الماضي شهدت البلاد مثلا ثلاث وزراء اقتصاديين مختلفين في أربعة أسابيع فقط من احتجاجات في الشوارع بشأن الوضع المعيشي وأصبحت كوبا الدولة الأكثر بؤسا في العام الماضي التي عانت من ارتفاع معدلة التضخم في عام 2021 مدفوعة من خفاض قيمة البيزو بنسبة بلغت 95% في ذلك العام وحده الآن في المرتبة التاسعة وبعد أوكرانيا مباشرة في غضون ذلك ظلت سويسرا في ذيل القائمة حيث تعد الدولة الواقعة في وسط أوروبا واحدة من أغنى دول العالم وهي من بين الأفضل بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع والوقت الذي يقضيه الناس في التعليم ومتوسط الرواتب أيضا ثاني أسعد دولة في العالم هي دولة عربية كانت ثاني أسعد دولة في العالم هي الكويت تليها إرلندا واليابان ماليزيا تايوان النيجر والتوغو ومالطا وأصبحت بريطانيا أكثر بؤسا من العام الماضي حيث انتقلت من المرتبة 153 إلى المرتبة 129 على هذا المقياس البروفيسور هانكي زعم أن التضخم الذي بلغ 10.1% في مارس كان عاملا مساهما رئيسيا لكن الولايات المتحدة من جانبها تحركت في الاتجاه الآخر من المرتبة 102 إلى المرتبة 134 وكانت البطالة أكبر أكبر عامل مؤثر مع 3.4% فقط من الأمريكيين نتحدث هنا عن 5.7 ملايين هم من العاطلين على العمل في أبريل وهو أدنى مستوى منذ عقود وفقا لديلي ميل احتلت أوكرانيا هي الأخرى التي تدافع حاليا عن أراضيها في حرب عنيفة ودموية بدأتها القوات الروسية التابعة لفلاديمير بوتين المرتبة الثامنة حيث أشار الأستاذ هانكي إلى البطالة وذكرت وسائل أعلام محلية أن معدل البطالة تضاعف ثلاث مرات إلى المرتبة 35% مع وجود 5.2 ملايين عاطل عن العمل بسبب الحرب والرقم يستند إلى تقرير مناء البنك الوطني لأوكرانيا فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلاس مساء الخير أهلا بكم من جديد اقتصاد بلاس متواصل مؤخرا ضبطت قوات الأمن في غرب ليبيا معامل عدة تستعمل لتعدين العملات الرقمية في مدن ترابلس مصراطا وزليتن يديرها ليبيون وأجانب وأغلبهم صينيون مما أثار النقاش من جديد عن سر انتشار هذه المعامل في البلاد بصورة أكبر من كل دول المنطقة مدهمة معامل تعدين العملات الإلكترونية أحالت حديث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل عام تقريبا عن استنزاف هذه المعامل للكهرباء ولعبها دورا بارزا في أزمة تذبذب الشبكة من مجال للسخرية إلى محل نقاش حقيقي وبحث مستفيد ترحنا عليكم سؤال في تطبيق رأيك إن كان ضبط هذه المزارع سيكون له أثر إيجابي على شبكة الكهرباء وهكذا كانت إجابتكم بداية عدد المشاركين في هذا التصويت كانوا 595 مشارك وبالنسبة لإجاباتهم نجد أن 64% منهم يرون أنه نعم القبض على هؤلاء أو حجز هذه العملات والقبض ضبط هذه المزارع سيكون له أثر إيجابي على شبكة الكهرباء 25% يقولون أنهم لا يعلمون و11% يرون أن ذلك لن يؤثر إيجابيا في تدفق الكهرباء بالنسبة لعدد أو الجندر فيما يتعلق بالمشاركين في هذا التصويت 81% كانوا من الذكور 19% كانوا من الإناث نمر الآن إلى الفئة العمرية أقل من 18 سنة ب3.4% بين 19 و25 سنة ب17.1% بين 26 و44 سنة 53.4% وبين 45 و59 سنة ب22% ختاما ختاما أكثر أكثر من 60 سنة 4% فقط نمر الآن إلى أكثر المدن المشاركة نجد ترابلس المركز بنغازي حي الأندلس جمعة عنزارة وأبوسلي ونمر إلى المستوى الدراسي كالعادة المستوى الدراسي الجامعي في المرتبة الأولى بتسعة وخمسين بالمئة تليه المستوى الجامعي العالي بثمانية عشر بالمئة الثانوي 17.5% وإذن مشاهدنا ختاما إذا أردتم المشاركة في الاستطلاعات التي تجريها منصة رأيك يمكنكم تنزيل التطبيق والمشاركة في استطلاعات الرأي والتعبيد عن رأيكم في مختلف المواضيع وأخر فقراتنا لليوم نمر إلى فقرة أسواق بلاس التي تأخذكم اليوم إلى جولة في محل بيع المواد الكهرومنزلية المشاركة عندنا اليوم في الكوشة المدسط طبعا هذه تجريها ثمانية وظائف برنامج إضاءة برنامج تخدم فوق ولوتا فوق بس لوتا بس بالمروحة بالإضاءة طوبيب تلج دوبلك سخين ذاتي قوة الحرارة طبعا من 230 تطلع عادي من داخل احتفال صديد لا من دي اللكش وزين احتفال مروحة توجعلك في كل مكان حرارة تيحداش الوظيفة لتخدم فوق ولوتا فوق ولوتا بالمروحة لوتا بس فوق بس فاة تبريد داتي تنظيف داتي نضيف الكوشة طبعا نجيبه فاة من هولندا نجمعه فاة نحن الوكير رسمي عندك معظمانة سنة المروحة متاعتها أن الميزة متاعتها تجمع في كل مكان الحرارة تعطيك بش نصط طياب سعرها توم دارين فاة تخفيض 1330 وفي عنا منها 8 وظائف الف وظيفة 1390 والثمانية وظائف 1330 طبعا الستين متاع يجي حقاني روصة دبانة دخام دخام مديرلكش حريقة لا روصة دبانة ولعة فيتامينة سريب غاز لا حديد متاع ميزة في حديد متاع هافي ديوتي ستين متاع حقاني يجي روصة دبانة طبعا دبانة فيتطيب أسرع سعرها 960 الميزة تستريب الغاز مفتوح هو مني ليس تفجير قدر الله أي حاجة من لي سكر طبعا يتحمل حرارة 53 خاصصين للجنوب زيت السحراء طبعا مكيف 12 محرك الكبير EGT 3 يتنزل ضياء 150 محرك الكبير تبريد تاتي يتحمل لك الحرارة تبريد الله يبارك يخدم بارد وساخل نعطه معاف ضمانة سنة وفانة متاعها من دبل من داخل فلاتر وفانة الغبرة يجي دبل فلتر من داخل الغبرة متخفصة عليها بكل وعنا في 18 طبعا 12 سعر مدرين فيه توا سعر وعننا في الثمنتاش محرك الكبير طبعاً الثمنتاش سعره 2375 موصفات المتاعه يخدم بارد وساخن رفع جهد يتحمل حرارة الـ 56 وعننا في الثمنتاش الثمنتاش حتى هو الدبل دفاف محرك الكبير يتحملك الحرارة الـ 58 ينزل يضيع الـ 150 ودارين فيه تخفيض بـ 2975 وعننا في الثمنتاش نادي مجمع في إيطاليا عندك غسل ببخار غسل بالتعقيمات غسل بالقطن حتى الأمية كانت صبولها تستخرج شوية تاخدش هلبة أمية تعقيمات عندك كان حوائج فين بكتيريا ولا حد يلعب فكورة منها لا تعقم لك لدي لكشة مراض بكتيريا حاجة لا عندك فانفيرتن منظم كهربائي مجمع في إيطاليا طبعاً نعطى معاه في كرة ضمانة يجي معاه ضوء كرة ضمانة ثلاث سنين وعندك الحوضة متاحة كبيرة فألف وربعمائة لفة قادي في الغسلة غسلة متاع اللفة تعطيك غسلة البخار غسلة البخار فات بالتعقيمات تعطيك بالتحديد حتى حوائج يتحافظ لك على العام عندي منها في السبعة كيلو سعره ألف وربعمائة ستين وعندي في التسعة كيلو سعره ألف وربعة ألف وسبعمائة وقمس سبين وبهذه الجولة مشاهدين الكرام نصل إلى ختم موعدنا لليوم من اقتصاد بلاس شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام هذه أجمل تحيات وفاة رابلسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر